السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي عباشركم بروكة الله يبلغ نحن وياكم ليلة القدر امنين سالمين ولا يرفع لنا يا ربي هاد الوباء ان شاء الله غاد نشارك معاكم طريقة سهلة في تحضير الكاراميل اللي غا تستعنو بي في الحلويات وفليك خيب وتزين ديال ليكك مهم هدا وشك النهائي ديال الكاراميل كيجيزوين وخاتر وعاقد كانت مننا ان شاء الله يعجبكم وندوزوا المقادر وطريقة التحضير غا نحتاجوا واحد الكاس ديال الساندة واحد الكاس ديال الحليب واحد جمعالق ديال الحليب معيلقة ديال النشا وواحد المعيلقة ديال الزبدة في كاسرول غن ناخدوا الساندة وغن نشعلو على نار مهيلة ونبقوا مراقبينها مرة مرة نحركوها باش ما يحتارقش لنا السكر وحنا كنحركو بشوية بشوية وكنستمرو في التحريك حتى ياخد اللون بني كنضيفو لي كاسر الحليب دافي غنضيفو نشعلو دوك جمعالق ديال الحليب وغن نحركوها مزيان مزيان باش ما يبقوش دوك الحوبيبات وغد نضيفوها على الكراميل بشوية وغد نحركو مزيان ونستمرو في التحريك وضروري تكون العافية مهيلة باش ما يتحركش لنا الكراميل وحنا كنحركو حتى كي بدي بني الخالط بدتي يتقال على هاد الشكل من يتقال الخالط بحلم هاكدا غد نضيفو لي واحد لمعيل قديل الزبدة ونستمرو في التحريك طبعا احتدو بديك الزبدة ونهزوه من فوق النار غردو بالزبدة ونهزوه من فوق النار على هاد الشكل هادا وغادي ناخدو شيء آنية ونصبو فيها الكراميل ديالنا ونخلوه يبرد بغيتو تغطوه بسولو فنقدره في التلاجة ممكن ممكن تحتفظو بي بالتلاجة وتستعنو فيه تزينو بالحلويات لكخاب لكيك لكيك غولي تستعملو في اي حاجة كيجي غزال في الماضاق ونتمنى تجربوه وين الاعجابكم والاستحسان ديالكم وشكرا